بعد مرور أكثر من ثمانية أشهر على عدم تشكيل الحكومة في لبنان طبعا تزداد ضبابية المشهد السياسي في لبنان ما يدفع منسوب الضغط الدولي على المسؤولين السياسيين وحفهم على تشكيل الحكومة للمباشرة بالإصلاحات المطلوبة لإنقاذ الوضع الاقتصادي المنهار وبسبب تعنط السياسيين وتأخيرهم في ولادة الحكومة التي ينتظرها المجتمع الدولي طبعا هناك تلويح من الاتحاد الأوروبي ودول أخرى باتخاذ إجراءات عقبية ضد معرقلي تشكيل الحكومة آخر هذه المواقف من القائم بالأعمال البريطاني في بيروت الذي لوح بشبح العقوبات ضد عدد من المسؤولين اللبنانيين والمتورطين في قضايا سارقات عامة وفساد وأنه يمكن تنفيذ عقوبات ماجنيتستي بحقهم كما شدد على أن الوقت العصيب الذي يمر به لبنان لا يسمح للخطاب الديبلوماسي المهذب لأن هناك اتجاه سريع نحو الانهيار والوقت ينفد لأنه كلما طال التقاعص عن العمل زاد الثمن الذي سيدفعه اللبنانيون وانتقد طبعا القائم بالأعمال البريطاني دور حزب الله في المنطقة الممتد من العراق إلى سوريا واليمن داعيا إلى حياد لبنان عن الصراعات الإقليمية ومتسائلا في نفس الوقت ما إذا كانت أنشطة حزب الله تصب في المصلحة الوطنية للبنان وأكد المسؤول البريطاني أن القادة السياسيين اللبنانيين يعرفون جيدا ما يجب القيام به لوقف الانهيار موضحا أن هناك الكثير من أيدي الأصدقاء ممدودة ومفتوحة خاصة في هذه المرحلة وكل ذلك يتوقف على قادة لبنان ومدى إظهارهم الجدية لإنقاذ بلدهم مشددا على أن التغيير يأتي من الداخل لا أن يفرض من الخارج شكرا